بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي طلبة المدارس الفنية الصناعية الشعبة المعمرية اهلا وسهلا بيكم وعودا حميدا ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع طلبة الدبلومات الفنية التخصصات المعمرية درسنا النهاردة هيكمل باقي درس السقلات وطبعا درس السقلات لما جينا تكلمنا عليه خدنا باستفادة النهاردة هنتكلم على درس جديد يا ولاد اسمه اعمال البيض الحديث طب اعمال البيض الحديث دا ناخد بنا من حاجة واحدة بس كلمة اعمال بيض حديث هيختص بطبقة هيعتبر طبقة من طبقات اعمال البيض طب انهي طبقة لو نفتكر مع بعض كده احنا قلنا عندنا طبقة اسمها طبقة الترتاشر عمومية ودي عموما في كل الاماكن وفي كل المناطق السحلية مص الدلتة ومناطق الصعيد بعد كده طبقة البطانة الطبقة البطانة اللي هي الطبقة التانية اللي هي بتتكون من اسمنته ورمله وجير اذا كان خارجي بنسبة واحد لتلاتة لتمانية اذا كان داخلي بنسبة واحد لتلاتة لستة طبعا احنا اتفعنا قلنا كلمة واحد يعني الحاجة الغالية اللي هو الاسمنت تلاتة اللي هو الارخص شوية اللي هو الجير الستة اللي هو الارخص اللي هو الرمل عشان لما نجي نرتب الاهميات واحد الحاجة الغالية جدا اللي هو الاسمنت الطن بتاعه بيوصل الف الف ويه التلاتة الجير ستة الرمل ده بالنسبة للبيض الداخلي او طبقة البطانة للبيض الداخلي اما بالنسبة لطبقة البطانة للبيض الخارجي اللي هي واحد لتلاتة لتمانية برضو واحد اسمنت تلاتة يا جير تمانية رمل طب ليه الاسمنت ليه جير والرملة اكتر لانه ده خارجي ما بيتأثرش او ما بيحصلش بيننا وبينه عملية احتكاك وعملية ايه عملية مس بيننا وبين بعضين طيب النهاردة بقى ياولاد هنتكلم عن الطبقة التالتة بس ايه بياض حديث زي ايه كده احنا عارفين انه طبقة الضهارة اللي هي الاشرة الخارجية اللي هي لا تتعدى الملالي بنسميها بالملي بتبقى 2 ملي 3 ملي 2 من 10 ملي حسب نوع البياض طيب البياض الحديث بتاعنا ده شيء مهم جدا وجميل جدا اخترعوه او بدأوا يجاوبوهن عشان يبقى سهل الاستعمال طيب لما نيجي نبص مع بعضنا كده هو البياض الاعمال البياض الحديث البياض الحديث ده لازم ولابد يكون ايه يكون محضر له محضر له ايه محضر له السطح الذي سيتم العمل عليه الاعمال التحضرية بتاعتنا البياض الحديث عمل طبقة الترتشة العمومية بمونة الاسمنت والرمل بمونة الاسمنت والرمل بسمك نص سنتي بسمك نص ايه سنتي ويجب ان تكون محبابة ويجب رشها بالماء لمدة 3 ايام معالجتها كأنها اعمل طبقة عادية جدا الطبقة التانية بتبقى طبقة الايه طبقة البؤج اعمل طبعا بعد الترتشة بتاعتي بعمل عملية البؤج والاوتار البؤج والاوتار ليه يا مصر عشان اصبط السطح الخارجي للايه للحيطة نفسها لان احنا عارفين ساعات بيبقى في بنة زب بنسميه كده بالبلدي او في السوق بنة غشيم يعني ايه بنة غشيم ما بيشتغلش معايا على الايه على مزان ولا ايه ده ولا دراع ولا الكلام ده وحتى لو اشتغل بنقول صناعي على قده هبص لقي الحيطة بتاعتي لفة او طلعة وخارجة والكلام ده كله النهار ده عشان اصبط سطحي النهائي الوجه النهائي بتاعك دوت لازم ولابد اعمل عملية البؤج والاوتار عملية البؤج والاوتار المقصود منها ضبط السطح النهائي للايه للحيطة طيب عملت البؤج والاوتار نبص على بعد كده المونة بتاعتنا الطبقة بتاعتنا ونوع البغاد ونوع الكلام ده كله حسب المنطقة بتاعتنا ممكن تبقى بطنة بسمك سنتي ونص ممكن تبقى بطنة بسمك اتنين سنتي بتبقى بطنة سمك اتنين سنتي ونص حسب الحيطة بتاعتنا وحسب الجودة بتاعت المبنى وطبعا في بعض الاحيان في مثلا ستيديو او في الكلام ده بزود التخانة بتاعتي عن اتنين سنتي وبضيف لها مواد عزلة للصوت والكلام ده كله بعد كده بنتكلم على طبقة الظهارة بسمك نص سنتي وبنخش بقى على البياض الحديث اهم ما يميز البياض الحديث تا ايه يا ولاد اهم ما يميز البياض الحديث بتاعنا قابليته لللسق او بمعنى اصح التشغيل او التصنيع او العمل على جميع الاسطح سواء كانت خشنة او ملساء ومن اهم خصائص كمان النوع البياض الحديث دوت اللي هو ايه بقى يا ولاد تعال كده نبصي كده بالراحة كده نمشي مع بعضين واحدة واحدة تعتبر المواد الحديثة بصفة عامة بديلا بديلا لطبقة الظهارة سواء للأسقف او الحوائط او اي سطح او اي سطح عندي طيب وسواء كانت خارجية او داخلية كلما تميز كما انها تتميز تتميز بايه بالوانها المتعددة يعني ممكن نلاقي اللون الاحمر الفتح والاحمر الغمق واللزق والسماوي والاي لون انا عايزه لانه بيتضرب نظام كمبيوتر طيب يبقى يتميز بالوان المتعددة واشكاله المختلفة الحاجة التانية سبات وتعدد الالوان امكانية تخزنها لفترة طويلة مقاومتها العالية للعوامل الجوية المادة الحديثة بتاعتنا البياض الحديث ده ياولاد معمول على اساس انه هو ايه يقاوم العوامل يقاوم العوامل والمؤسرات الخارجية اذا كان بياض خارجي ويقاوم العوامل الداخلية زي الاحتكاك زي قوة التماسك وقوة الترابط اذا كان نوع البياض داخلي لان احنا داخلي يعني جوه الشقة جوه الاطار اللي احنا بنتحرك فيه كتير معنى ان نتحرك كتير معنى ان احنا بنحتك بالسطح بتاع الحائط كتير معنى كمان ان احنا لازم يكون البياض بتاعنا ماله لازم يكون البياض بتاعنا يتحمل الاحتكاك والبري في نفس الوقت والصدمات عشان لو انا مثلا بزوق انتري بزوق تلاجة تيجي الحرف بتاعي يغبط في الحيطة الاقي لو الطبقة بتاعتي مش متينة وقوية ابص الاقي الايه التلاجة وانا داخل بيها اتكسرت وانا ماشي بيها اتكسرت عائل صغير بيلعب باي حاجة في الشقة ولا الكلام دوت ولا في البلكون ابص لقاها الدنيا تبهدلت يبقى مما يميز هذا النوع من البياض الحديث قوة الايه الاحتمال وقوة الاحتكاك وانه هو مقاوم جيد للعوامل الجوية والمؤسرات الخارجية مش مقصود مؤسرات خارجية اللي هو الصف والشتة والبرد والحار لا الاحتكاك الصدمات اي شيء هيأثر على السطح بتاعي طيب نكمل كلامنا بقى مع انا كده هوت ونقول جهزية الاستخدام من الحلبة مباشرة يعني ايه يعني انا ممكن انا راجل مش بروفشنيل او مش راجل صنايق كويس اقول له ايه اقول له بقولك انزل هاتلي كزا هاتلي كزا دي معناها انه ايه هيجيبها لي وهيشتغل بها على طول مش هيحتاج يحط ادي ايه اسمنت و ادي ايه رمل و ادي ايه جير و ادي ايه مش عارف المصيس والكلام لا ده مادة بتيجي جهزة 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 استخدمها يتمسك مع جميع الاسطح بما فيها الاسطح الملساء لو تفتكروا يا اولاد احنا كنا بنقول من اهم حاجة نعملها تجهيز السطح اللي هو ايه رش الحقد بالماء تنقير الاسطح الملساء معنا ان انا بنقر الاسطح الملساء عشان يبقى فيها عملية ترابط وعملية التماسك بين الطبقة وبين السطح هنا بقى في الحالة دي يبقى بيقولك بص ايه يتمسك مع جميع الاسطح مهم منيش ناعم خشن خشب مش عارف ايه الكلام ده كله مقاومة العالية للتآكل والكلام ده اللي احنا قلناه يمكن غسلها بالمياه حيث انها مقاومة للمياه والرطوبة فيه اجمل من كده وفيه احلى من كده المواد الحديثة دي تسهلت علينا كل شيء يا اولاد طب وبعدين ايه كمان ملحوظة بقى لازم ناخد بنا منها يتم تنفيذ البياض الحديث بعد عمل طبقة الترتاشة العمومية وطبقة البطانة اللي احنا سبقنا وقلناها الترتاشة 450 كيلو جرام اسمنت لكل واحد متر مكعب رب وبصمك نص سانتي وتقزف على الحائط بالمسطرين بقوة وبزاوية 45 ويجب تندية الحائط بعد الانتهاء لمدة ثلاثة ايام بالماء تمام بعد كده طبقة البؤج والاوطار والبطانة والكلام ده كل تمام انواع بقى البياض الحديث انا عندي البياض الحديث ده انواع او الطبقة انا بصوه هنتكلم مع بعضينا كده بالراحة كده نقول طبقة الظهارة ايه الحديثة طبقة الظهارة ايه الحديثة لاننا قلنا ايه يعتبر البياض الحديث من طبقة اسمها طبقة الظهارة اللي هي بتيجي بعد ايه بعد البطانة وبقى اجهز لها السطح بتاعها جميل قوي لو نفتكن لابا كنا نيجي نعمل مصيص ولا نعمل بياض فطيصة ولا بياض مزايكو ولا 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 بعد اما بعمل طبقة البطانة بعمل ايه بعمل عملية تمشيط بجيب كده سلاح المنجفرة وافضل امشي على الحيطة كده او بعمل عملية حاجة اسمها زنبرة اللي هي عاملة زي المسلسات المعكوسة كده وقى ويكون لها سقطر نص سنتي في سنتي في الكلام ده كله ده ليه عشان يعمل عملية ترابط او تماسك بين الطبقة الايه الضهارة وطبقة البطانة حلوة او جميل او اما هنا بقى يا رجالة ان ده بتعمل على جميع الاسطح هنتكلم بعد كده دلوقتي مع بعضنا على انواع هذه الطبقات اللي هي طبقة الضهارة اسامي رخ ما انا عارف بس احفظوها بياض اول بياض اسمه الجريفياتو 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 وفيه بياض تاني نوع تاني اسمه الجروليت وفيه الكوارتازو وفيه الفيراتازو وفيه الاسبراتازو وفيه الكيمستون عندي ست طبقات ظهارة ست طبقات ظهارة ممكن سؤال يجي لك يقول لك ايه اسكر انواع طبقات البياض الحديث المستخدمة في اعمال طبقة الظهارة يبقى تقوم لك كم حاجة ستة هم ستة ما بيزيدوش عن كده لا دا فيه كمان خد بالك طب البلاستيك يا مستر طبقة البلاستيك الدهان جي ل سي ساي بس مش عارف كيمستوني الكلام دا كله دا يعتبر طبقة ظهارة اقول لك اه احنا كل لما بيعد علينا الوقت كل لما بيستحدث نوع جديد يعني ايه يعني يا مستر يعني البلاستيك اللي احنا بنعمله في الحطان دا منود الحديث اقول لك اعمل منود الحديثة لان انت ممكن تجيبه من الرلة على طول تجيبه من الجزلة على طول زي ما بينسميه وبالرلة سواء انا عملتله طبقة معجون او ما عملتلهش طبقة معجون تاخده بالرلة على طول تحط الرلة كده تغمز الرلة ازا كان تقيل تزوده شوية مية حسب ما انت عايز وتشتغل بايدك الرلة هب 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 تبص تلاقي لون الحيطة بدل ما هو يسود اللي هي طبقة البطانة بقي لونه مختلف ده مش بس كده ده هو بيجي لك لونه ابيض اه لونه ابيض طب ممكن يتلون اقول لك ممكن الونه عايزه سنفيل عايزه كاكاوة عايزه كريمي عايزه 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 لبني عايزه اي لون بضيف له اللون المسبت او اللون الازرق او اللون الاخضر حسب اللون اللي انا بحتاجه يبقى الانواع عندي ستة طيب هنا بقى لازم ناخد بالنا من حاجة بقى يا اولاد لبنجي نتكلم على اي نوع من انواع البياض ده ده بالزات اللي هو البياض الحديث طبقة الظهارة انا سميها طبقة الظهارة حاجتين او تلاتة لازم اخد بالي منهم الاسطح التي هتم التشغيل عليها اي نوع من الستة اللي قدامك دولة اي نوع من الستة اللي قدامك دولة اللي احنا هندرسهم دلوقتي اهم حاجة عندي يقول لك تكلم على باسلا بادل جريفياتو من حيث التشغيل على الاسطح وما هي الاسطح التي يمكن التشغيل عليها ومعدل الاستهلاك معدل الاستهلاك يعني ايه معدل الاستهلاك يعني المت الكيلو الواحد بيفرد ايه من مسطح الحطة بتاعتي هو ده اللي يهمني عشان اعرف انه ده غالي ولا مش غالي تمام ولا مش تمام معدل الاسلاك ومميزاته طيب هتعالوا كده مع بعضينا كده الاسطح التي يستخدم عليها المواد البياض الحديث بص كده اخد بالك معايا انا اسمتهم لك الف بياض تخشين عادي بياض تخشين عادي ناعم خشن اي ان كان يشتغل عليه الخرصانة سابقة التجهيز ذات الاسطح الملساء زي الكبار بتاعتنا الجديدة اللي بسم الله ما شاء الله دي اللي مشرفانا هنا هو ابص كده ايه ايه بعد اما عمل الكبري فك الخشب بتاعه او فك الفرمة وهب هب او جاب المادة دهام بيها على طول من غير اي حاجة الاسطح سابقة الدهام بالزيت اه هو احنا مش اتفقنا قلنا ان الزيت ده يعتبر مادة عزلة وبنستخدم في صب الفرم والكلام ده شوف دينا بيقول لك ايه الزيت كمان لو انا عندي سطح مدهون زيت لو انا عندي سطح مدهون زيت ممكن ادهن على المادة الحديثة دي شوف الجمال وشوف الحلوة يبقى الاسطح الملساء الاسطح خرصانة سابقة التجهيز اللي هي معمولة فرم وسبقة يعني ملساء نعمة جدا كمان الاسطح التي ايه مدهونة بالزيت وايه كمان بقى يا مستر الاسطح الخشبية كنا زمان يقول لك الخشب ما يجيش عليه ماء الخشب ما يجيش عليه اي مادة غير مادة بوهيت زيت بوهيت لك لا دا دلوقت انا ممكن ادهن الماسطح الخشبية زي الاسقف الخشبية البغدادلي والكلام ده كله بالماد مواد ايه البياض الحديثة الاسطح الجبسية يعني على الحلاوة والمصيس بس هنا في شرط بقى لو انا هدهنه او هعمله مباشرة او هعمله مباشرة البياض ده على المصيس او الجبس يجب معالجته بوجه تحضير بمادة تعمل كرابط بين السطح والمادة الكريفيات واي مادة تاني كمان تهيبوا بعدين يا مستر هناخد بقى بالراحة كده نوع اول نوع عندنا اول نوع من انواع البياض الحديث او طبقات البياض الحديث اخد بالك انا بقول بياض مش دهان بياض بياض حديث وانعرف ليه بياض تمام الجريفياتو الجريفياتو بياض الجريفياتو يتعتبر مادة الجريفياتو من المواد الحديثة الاستخدام والمستخدمة في اعمال البياض الخارجي والداخلي يبقى الله على الحلاوة ده بيستخدم بياض خارجي وايه داخلي كطبق الظهارة وهي تتكون من حبيبات كوارتز حبيبات ايه صلبة حبيبات تستحمل درجة الحرارة وتستحمل الرطوبة وتستحمل الاحتكاك وتستحمل حاجات كتير قوي وأكاسيد ملونة مضافا إليها مواد لاثقة المواد اللاسقة دي مواد إبوكسية عشان ما أحس يقولك إحنا مش بنحط غيرها طب ما الغيرها ممكن نتفك بالماء يا مصر أقولك ده مواد معالجة ومواد لاثقة ذاتها قاعدة أكريليكية يعني قاعدة ملساء نعمة ما تتفكش بسهولة طالما جفت وألوان صناعية سابتة وهي عبارة عن معجون جاهز بص بقى شكله بيجي على شكل ايه معجون جاهز للاستعمال الفوري جميل قوي معبأ في أكياس بلاستيك داخل براميل ساعة كل منها 30 كيلو جرام ويجب أن تكون البراميل محكمة بشرط اللي لا تتعرض البراميل دي والكياس اللي أنا حطيت فيها المادة نفسها مش محطوطة مباشرة في البراميل خدوا بالكم ده أنا حطيتها جوه كيس والجيس قفله كويس قوي وحطه جوه براميل البراميل ده اللي احنا بنسميه جزلة أو الجردل اللي احنا لما بنجي نشتري كيلو مثلا جزلة بويا بلاستيك بنجيبه كان زمان معمول بالايه؟ بالصاق دلوقتي معمول بالبلاستيك طيب وزنها كام يا مستر؟ وزنها 30 كيلو وزنها 30 ايه؟ 30 كيلو ويجب أن تكون البراميل محكمة بشرط اللي تتعرض للهواء أثناء تعبيقاتها في الأكياس ويجب أن تخزن البراميل بص بعد الشروط اللي أنا عشان أستخدم المادة وتبقى المادة صالحة للاستخدام ويجب أن تخزن البراميل والإغلاق في أماكن معرضة للهواء بعيدة عن أشاعة الشمس طب ليه أشاعة الشمس؟ نقفين عندي كلمة أشاعة الشمس ديت أنا لما أنا نفسي لو أنا لابس كسكتة من فوق كده والشمس ضربة علي الكسكتة هتسخن هتخلي دماغي تعرق صح أو لا مصرح؟ معنى أن تعرق؟ معنى أن فيه حصل نتحة أو بخار مية طب البراميل ده يا مصر ده مقفول ومحدود جواكيس لكن هو عنصره مائي الشمس تتأثر عليه؟ وهب ألاقي حصل عملية تبخر للايه؟ للماء اللي جوه المادة طب معنى أن حصل تبخر للماء اللي جوه المادة معنى أن حصل عملية ايه؟ تيبس عملية جفاف أو عملية تقليل كمية الماء يبقى أصبح كده هنا هو كده المادة بوزت معايا يبقى إذن حكمها جيدا ومعرضهاش للهواء ووضعها في أماكن جيدة التهوية ولا تتعرض لأشعة الايه؟ الشمس أو الحرارة الشديدة مش بس كده ويجب ألا تزيد درجة حرارة المخزن بكان التخزين خدوا أقالكم بص بيقول لي ايه؟ يجب ألا تزيد درجة حرارة التخزين بتاعة المخزن عن خمسين درجة مقوية هي خمسين دي سهلة لا مش سهلة بس فيه هوا بيعمل ايه الهوا؟ بيخلي درجة الحرارة بمعنى أصح بيخليها لي ما بتوصلش خمسين في الضلة بنقول درجة الحرارة في الضرة مثلا تمانية وتلاتين وفي الشمس المباشر بيبقى خمسين يصبح حين طالما محدودة في مخزن يبقى درجة الحرارة لا تقل عن خمسين بأي حال من الأحوال ويجب معرفة مدة التخزين من الكتالوج الخاص كل مادة يا شباب من المواد دي لها حاجة اسمها اكسباير زي العلاج كده بتاعنا بيقول لي انتك شهر فبرايل مثلا 2021 ينتهي في شهر فبرايل تلاتين اتنين سنة 2025 يبقى مدة التعامل كام عندي مدة التعامل عندي هنا هوت اصبحت كام سنة اربع سنين او خمس سنين طب لما تصبح خمس سنين او اربع سنين هنا يبقى الفترة دي المسموح العمل بيها غير كده او بعد كده اولاد ما يقاه ما ينفعش بعد كده ما ينفعش ان انا استخدمها تاني طب معنى ان انا ما استخدمها تاني او قابلي كده او يبقى ايه اللي حصل انا استخدمتها من غير من غير المعات بتاع او مبسط على المعات بتاعي الاقي نفسي بخش في مشاكل مشاكل ايه قلة الجودة الجودة بتاعتها مش هتبقى زي الاول في نفس الوقت القوة الصلبة بتاعتها تأثر لاني فترة الزمن بتاعها او فترة المادة اللي هي اشتغال المادة اصبح عندي الي الخالص زي انت كده حدرك لما بتروح تشتري علاج مثلا او بتشتري برشام بتقوله ايه بتبص على تاريخ الانتاج وتبص على تاريخ نهاية الانتاج لو ليه تفضل له شهر او شهرين انت بتخاف تاخده نفس الكلام الموادي دي بتاعتي طيب يبقى فضلة التخزين اعرفها منين اعرفها من الكاتالوج بتاعها ماشي طيب معدل الاستهلاك بص خد بالك انا قلتلك اهو معدل الاستهلاك يطوقف معدل الاستهلاك على نوع وطبيعة وحالة السطح الله على الحلاوة دي لو السطح بتاعي ناعم واملس ومزبوط زبطه بالبؤج والاوطار وزبطه تمام مية في المية اللي هيحصل معدل الاستهلاك هيزيد يعني ايه يزيد يعني ازا كانت الحطة مزبوطة وقويسة ونعمة وملساء والسطح بتاعها مزبوط ازا كان الكيلو هيعمل لي متر لا ده ممكن يعمل لي متر ونص ليه لانه مش هياخد طابقة هي فكرة طبقة الظهرة دي ايه الشكل الاخير بتاع حضرتك زي ما قلتلك كده انت وانت خارج خروجة هب هب شوية البيرفين بتاعتك اللي انت بتحطها عشان اخر صورة لحضرتك تسرح شعرك زي ما قلت قبل كده تسرح شعرك تصبت نفسك تصبت كرفتتك تصبت بانطلونك تصبت امير لان هي دي الصورة بتاعتك طبقة الظهرة جده نفس الكلام طيب يتوقف معدل الاسهلاك على نوع وطبيعة وحالة السطح وبصفة عامة فان معدل الاسهلاك لكل واحد متر مقع مربع انا اسف مصطح يعني مربع طول فعرض من البياض كالقاتي او كميالي من تلاتة ونص الاربعة لكل من الجيرفيات وزات الحصوة الصغيرة يعني ايه نبص مع بعضنا كده انت حضرتك دلوقتي لما بتيجي تشتري كيلو سمسم سمسم معروف ان السمسم دار فايع عوي لما تقول للرجل اديني كيلو سمسم تبص تلاقي كيس بيقدي كده تمام اصبح ايه ليه بيقدي كده اه او ليه بقي كتير كده بالشكل ده عشان الحبيبات بتاعته صغيرة معنى الحبيبات بتاعته صغيرة لما تيجي تفردها لما تيجي تفردها على بكان هياخد مسطح كبير عشان تفردها كلها طب تعالي بقى نقول له اديني كيلو فول فول مدمس او حمو الشام هتبص تلاقي ايه هتلاقي ان الحموز الشام او الفول المدمس اكبر من السمسم لما تيجي تفردها على نفس السطحة هياخد سطحة اقل يعني عايز اقول لك ايه كلما زادت سمك الحصوة او حجم الحصوة كلما قلت معدل الاستهلاك وكلما قلت سمك الحصوة او تخنت الحصوة بالبلة دي كده ياولاد كلما زاد معدل الاستهلاك يعني لما جفرد كده سمسم زي ما بقول او اخليني بطبعة الجريفيادو دي لما تبقى الحباية بتاعتها نعمة فتفرد لي مساحة اكبر لما تبقى الحباية بتاعتها كبيرة هتفرد لي مساحة ايه اقل يبقى معدل الاستهلاك عندي من تلاتة لاربعة ونص اذا كانت الحصوة صغيرة طب ومن اتنين ونص لتلاتة اذا كانت الحصوة ايه كبيرة عملية عكسية كلما كبرت الحصوة كلما قلت معدل الاستهلاك كلما صغرت الحصوة كلما زاد معدل الايه الاستهلاك ومعنى معدل الاستهلاك ده ياولاد مش ان انا باخد قدي ايه لا معنى ان انا بفرد مسطح عندي قدي ايه ازا كان عندي حتة خمسة متر هتاخد كم كيلو من الحباية الزغيرة وزا كانت من الحباية الكبيرة هتاخد كم كيلو ماشا شباب طيب نبس مع بعضنا كمان بياض النوع التاني بقى اسمه رخم جدا 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 بس مجبر اخاق لبضل انك تحفظه الجراليوليت الجراليوليت دوت جايلك من كلمة جرانيت كلمة جرانيت تعتبر مادة الجراليوليت احيانا تعرف بكسر الرخام بس لو تفتكروا في سنة اولى عشان اقول لكم ان الماد بتاعتنا بكملها لبعضها الرخام انواعه كرارة جرانيت مش عارف ايه الكلام ده صح كده ولا بصح كده لو تفتكروا انتم معايا الكلام ده كله انا دايما بحب الطالب يفهم معايا ما يحفظ مش عايزك تحفظ انت لو حفظت كأنك خدت برشامة مسكن وخلص معدلها وانتهت لكن افهم هتلاقي نفسك لو بعد ثلاث سنين حد سألك في الحاجة ديت هت ايه هتجاوب معايا يعتبر مادة الجراليوليت مادة من كسر الرخام احدث ما وصلت الهي تكنولوجيا العاصر الحديث بالنسبة لمواد البياض الخارجي يبقى دبياض خارجة هو وتتقال المادة من حبيبات الخام طبعيا مضافا اليها مواد لاسقة اجريليكية يعني برضو اجريليكية اجريليكية او اجريليكية الاتنين واحد بنسبة مناسبة نسبة وتناسب ما بحطش كده وبس مش مش جهجة هون هي لا وعددا متوفر هذه المادة في شكل معجول الذي جاهز للاستعمال الفوري بواسطة بص بها اعمال مدربين عمال مدربين ماشي مدربين ايه مدربين ايه مدربين اخدوا بالكم باستخدام المحارة او البروة من الصلبة الذي لا يصدق شرط اساسي عندي هنا ان البروة بتاعتي او المحارة اللي هستخدمها في فرد هذه المادة تكون من الصلبة الذي لا يصدق طب ليه لا يصدق لان المادة دي التركيب بتاعها مائي زائد مادة اجريليكية لو انا سبت المادة على البوهر على البروة بتاعتها او على التخشينة بتاعتها او على سكنة المعجول هتعمل ايه لو بيصدي هتعمل ليه هتغير لي اللون هيحصل لي عملية صدق في المادة نفسها هيطلع لها على الحيطة كده حاجات كده مصدية طب هنا بقى يبقى لازم ايه يجب ان لا تكون البروة او المحارة من ال ايه ان تكون البروة او المحارة من الصلب الذي لا يصدق تمام يا رجالة تمام حلوة اول بعدين ايه وتحضر هذه المادة باختيار حبيبات باختيار حبيبات المادة ذات الحجم الواحد باستخدام اجهزة حرارة خاصة ثم تبدأ بعد ذلك عملية التنظيف من الشوائب ثم تضاف بعد ذلك المادة اللاسقة تمهيدا لوضع العجينة في اكياس بلاستيك داخل براميل التكوين كله عندنا يا شباب واحد التكوين عندنا كله واحد مادة لازقة زائد مادة ايه مادة لامة او مادة جمعة يعني ايه يا مستر يعني انا دلوقتي لما باجي اعمل مثلا عملت المعجون بتاعي عملته من مادة وحطط له مادة اكريليكية زائد المادة اللاسقة نفس الكلام في المادة بتاعت الجيرونليد ديت حطيت كسر الرخام وحطط له مادة اكريليكية زائد المادة اللاسقة بس هنا في شروط كده لازم ناخد بنا منها لو نفتكر قلنا عشان احصل على سطحي جيد وعلى نوع بياض جيد لازم انتقي المواد ده التي تستخدم فيه اعمال نوع البياض على سبيل المثال لما كنا بنتكلم على الرخام قلنا يجب ان يكون الرخامة من النوع الجيد الخالي من الشوائب الخالي من الخالي وهكذا حطنا له مواصفات المواصفات دي مواصفات فنية مهمة جدا لازم ناخد بنا منها طيب قال لك هنا ايه قال لك عند تجهيز العمل بتتنقى الحصوة بتاعت الرخام الجيرونليد ده من ايه من النوع الجيد وتنظف يعني تتغيث الغسلة كويسة وتتحطي تحت درجة حرارة عشان تجف عشان ما بقاش فيها مية وبعدين بعد اما حصلت عليها ونظفتها وزبطتها اضف لها المادة اللاسقة المادة اللاسقة بتاعت دي مش بتحطيه بس بتحطي بنسبة وتناسب بعد كده ببدأ المها او اجمعها في اكياس الاكياس بتبقى داخل براميل من الايه من الحديد المحكمة او المعدنية المحكمة بشرطة اللي تتعرض برضو للهواء واللي تتعرض لدرجة الحرارة وبيبقى وزنها تلاتين كيلو جميع الشروط واحدة طيب قالت تزيد عن درجة الحرارة برضو خمسين درجة بصور الجالة الكلام كله 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 زي ما قلتلك لما بيجي يتكلم على معدل قلتلك معدل الاستهلاك بيتكلم على الاسطح بيتكلم على طريقة تخزينه بيتكلم على ازاي انك انت تنتقي او تختار المادة دي تختارها منين تبقى للكتالوج اللي احنا قلنا عليه هلوة اوي جميل طب وبعدين يا مستر بعد اما بختار ببص على حاجتين عندي مهمين اوي التكوين بتاع المنتج زائد الاكس باير بتاعها وتاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء هما دول اهم حاجة عندي هما دول اهم عشان كده احنا لما بنيجي نشتري عن اي حاجة من عند اي موان او من عند الكلام ده بنختار الراجل اللي هو عنده السحب يعني ايه يعني كمية البيع بتبقى اكتر كمية البيع بتبقى اكتر طيب طريقة الاستخدام بقى تخرج المادة من المصنع بطريقتين المادة دي الجرالية دي بتطلع بطريقتين يا اما على شكل حبيبات في عبوها منفصلة والمادة اللي ازقى في عبوها منفصلة تانية يعني ايه بتجيلي عبويتين عبوة ايه وعبوة بيه بضيف ايه على بيه مع التقليب الجايد ادي اول طريقة يبقى بتتخرج المادة من المصنع عبارة عن عبوتين منفصلتين حبيبات جفة نظيفة زي ما احنا قلنا تبقى للمواصفات والشروط اللي احنا قلنا عليها زائد عبوة تاني او علبة تاني مادة اللسقة اللي هي بتتضاف عليها مع التقليب الجيد طيب وبعدين خطوات الاستخدام يتم تقريب او خلط الحبيبات بالمادة اللازقة جيدا يتم فرد المادة فوق الاسطح المرطة اختياطها بواسطة البروة الصلب الذي لا يصدق لا تنسى ديه ماشي كده او المحارة العادية يتم تسوية السطح بواسطة البروة الصلب او البلاستيك نقل هنا جاب لك بلاستيك عشان ايه عشان خوف اللحظة ان تكون البروة اللي في السوق مش مزبوطة معدل الاستهلاك من ثلاثة ونص كيلو جرام لكل واحد متر مربع اتقف ذلك على حالة السطح هوصيبك الطبق ملحوظة الاسطح المرطة كسوتها يجب ان تكون جفة تماما جفة تماما يعني ايه يعني ما جيش النهاردة عمل طبقة البطانة والراجل بكرة يجي يشتغل عليها المادة بتاعت دي لا هيبقى في فاصل لان الميا هتعمل الرطوبة والرطوبة مادة لزقة انت حضرتك لو بتشتغل بغيرة بغيرة اللي هو الغيرة السريع الكل اللي احنا بنسميه الكل ده لو اصابعك نفسه مبلول مية وحطت الكل عليه مش هيمسك في صابعك ليه لان في رطوبة عملت عملية فاصل بين الطبقتين يجب ان لا يكون السطح المرط كسوته مالوه به ماء يعني ايه جاف تماما ويكون مستوية حتى لا يزيد معدل الاستهلاك طيب معدل الاستهلاك من واحد واثنين من عشرة لاثنين واثنين من عشرة لكل واحد متر مربع تبقى لل ايه للبروز المطلوب لو في عندي انا عايز اخليها تخانها اتنين سنتي تلاتة سنتي واحد سنتي اتنين سنتي اتنين ملي نص ملي وهكذا كل لما زاد السمك كل لما زاد السمك كل لما ايه المعدل الاستهلاك يعني لو انا هشتغل اتنين ملي غير لما هشتغلوا اربعة ملي غير لما هشتغلوا خمسة ملي غير لما هشتغلوا ستة ملي تمام يا شباب؟ طيب نخش على النوع الثالث من البياض اللي هو اسمه الكوارتوس بياض الكوارتوس دوة اول شركة عملته في نزل عندنا في مصر كان اسمها الشركة الامريكية كوارتوس كان شركة امريكية هي اللي عملته بعد كده جات كمونات البناء الحديث وكان كيمستون وكذا اسم تاني شركة جديدة تكون المادة او تتكون المادة من حبيبات الكوارتوس النقي مع رنتيجات صناعية عالية مادة مطاطية كلمة رنتيجات يعني مادة مطاطية يعني ايه يعني ايه يعني بتخليلك السطح بتاعك لين كده لين يعني ايه لين يعني احنين اتخبطت فيه اتعملت فيه مقاوم للصدمات طيب مطاطية على درجة حرارة عالية على درجة حرارة طيب وبعدين يا استاذ بالاضافة الى بعض المواد الكيمائية لاعطاء الوان سابتة ومقاومة لاشعة الشمس انا بضيف للمواد المطاطية الانتجية دي بعض المواد الكيمائية المواد الكيمائية دي فايدتها ايه تخليلي او تغيرلي من اللون بتاعها ما يبقاش الله بيض او الرماد يبقاش لا ده انا عايز اقدر اقدر ازرق ازرق اصفر ازرق الكلام ده كله وهكذا بشارط المواد الكيمائية دي تكون سابتة في درجات الحرارة لانه ده كل ده بيض خارجي كل ده بيض ايه طبق الظهارة خارجية للوجهات او السلالم او الكلام ده كله عشان كده بيقولك يجب ان تكون المواد الكيمائية تتحمل درجات الحرارة العالية التي لا تغير من لون الايه من لون المطلوب تمام وفي اي ظروف جوية مختلفة التشغيل بقى لو جينا اتكلمنا على التشغيل يا شباب يعني كلمة التشغيل يعني بيقولك ايه انا عايز اشغلك يعني عايز اخليك تشتغل يعني عايزك ازاي ازاي انت هتشغل هذا المنتج على الحيطة في طريقة ولا طريقتين ولا تلاتة ولا الكلام ده تشغيل بالرلة التشغيل بالرلة الرلة عرفينها عبارة عن بقرة وفيها فتل فيها الكلام ده كله بتاخد بيها المونة يبقى لازم المونة بتاعتي تبقى سهلة زي البلاستيك كده ممكن اشغل الكلام ده على الطوب يبقى يشغل بالرلة على الطوب ويتم فرد المادة على الحقد باستخدام الرلة الاسفنجية مع مراعاة ان يتم فرد المادة بالرلة في الاتجاه الافقي ثم الرأسي يعني كاني بعمل ايه يا شباب مرة طول او مرة عرض ومرة طول كاني بعمل ايه كاني بعيد عليها مرة يمين ومرة شمال مرة فوق مرة تحت وهكذا ليه الكلام ده عشان ايه اللي ما يجيش معايا بالطول يجي معايا بالعرض يعني بمعنى اصحة اتاكد ان السطح بتاعي كله ايه اتغطى بنفس المادة ماشي قفل اتجاه الافقي او الرأسي او بالعكس يا رأس يا افقي يا افقي ايه يا رأسي النوع التاني او الطريقة التانية باستخدام كعوب الزجاجات او الاكواب يتم بعد اما بافرد المادة على الحيطة بعمل ايه بامسك الكباية بتاعتي كده انا اسف في اللفظ ظهر الكباية وافضل اعمل اشكال اعمل اشكال زي ما انا ايه زي ما انا عال ليه لان فيه سماكة فيه تخانة من المادة هتبقى على الحيطة معدل الاستلاق من واحد واثنين من عشرة اتنين واثن عشرة لكل متر مربع تبقى برضو للبروز او للتخانة طيب يتحكم في الملمس وحجم الحبيبات تبقى لنوع الرلة المستخدمة لو انا استخدمت رلة سفنج نعمة هيديني الملمس نعمة لو انا استخدمت رلة سفنج خشن او بيها نتوءات كتيرة هيديني السطح بتاعي ايه هيديني السطح بتاعي خشن او هيديني السطح بتاعي بارز اوي وبعد كده بعد اما بيحدى خالص كده وينشى في جف ممكن اعمله عملية طفويت او فواته بايه يا استيس خالد او فواته بفوطة كده بسيطة او رولة نعمة كده عد عليها انايم البروز بتاع الرولة معدل استهلاكها سكنت بالرولة من خمسة من عشرة لواحد ونص كيلو جرام لكل متر مكعب حسب الرولة لو الرولة ملساء صوفية فتلية الكلام ده كله ما بتشيلش مونة كتير اما زا كانت السفنج مهدبب او سفنج مخرم يعني بياخد ايه بياخد كمية كبيرة واذا المعدل استهلاكها يبقى اقل طيب عند انقطاع العمل يعني انا دلوقت راجل شغال بعد ازنكو كده هوت واقومون ايه يلا يا باشا تعال عشان تتغد وانا في نص الحيطة كده يعني عملت النص اللي فوق وبدأ هنزل جاي انا طبعا خدوا بالكم متفقين مع بعض ان اثناء العمل على الوجهات بنبدأ بعمل البياض سواء النوع بياض حديث بياض قديم بياض جديد بياض اي نوع بياض من اعلى الاسفل عشان كده دايما يقول لك ايه انا بنزل بالوجهة يعني بنزل يعني من فوق لتحت بنزل بالوجهة احفظ احفظ التعبير ده هيهم قوي معاك عشان لما ربنا يكرمك وتبقى راجل مش في اي شركة بيقول لك انا بنزل بالوجهة مش بطلع بالوجهة لو قال لك بطلع بالوجهة يعني ممكن ابدأ من الدور الاولاني الارضي واطلع لفوق لا ده انا بنزل ليه بنزل عشان احافظ على البياض بتاعي مفيش حاجة تيجي عليه من فوق لتحت لان الوجهة دي خلاص بقى وكمان بنزل عشان ايه كمان لما بخلص الدور العلوي بشير السئلة برمن بكان السئلة اللي قال ايه الشنيش بتاعتي واشتغل على على الدور اللي بعده اصبح الدور اللي خلص خلص من كله من ما جميعه طب انا بادئ من فوق جيت في النص كده وايه جات الساعة اربعة جات الساعة تلاتة ونص جيه زرف اي زرف وهتوقف اسمه انقطاع العمل او توقف العمل عشان كده بيقول لك لما بتجي المادة بتاعتي ديت لما بجي اقف عندي مكان معين لازم احط ايه شريت صلب لازم احط شريت ايه احط شريت صلب ماشي طيب شريت عفوا انا لا اسم شريت شريت لاسق شريت لاسق شريت لاسق الشريت ده ليه بنع الهوى بتاعي من عليه بمنع الهوى انه يخش للمادة عشان ايه عشان ما ينشفش ما يجفش بسرعة طيب معنى ان انا باعمل كده هوات يبقى عند انقطاع العمل يتم وضع شريت لاسق في خط مستقيم عند نهاية السطح او المساحة المراضي النهوى العمل عندها وعند عادة العمل ينزع الشريت اللاسق ويوضع طرف على الطرف بقى اللي هو اللي كان بين اللازق وبين المادة القديمة اعمل ايه احط عليها مادة من نفس المادة بتاعتي من نفس المادة بتاعتي عشان اعمل لها عملية تطرية عمل لها عملية ايه تطرية او عملية تليين عشان ما يحصلش معايا ما يزهرش معايا خط ايه خط الحام يبقى وخط فاصل بين المادتين تمام يا رجالة طيب المساحة اللي انا بحط عليها تقريبا تقريبا بتبقى خمسة سنتي تقريبا بتبقى خمسة ايه سنتي اللي هو بتاعي بيبقى عرضه خمسة صنط. وبعد كده ايه? بعد اما بخلص بقوم عامل ايه? خلصت وتمام مية في المية. اخش على البياضي القديم سنة الفوق يعني نص صنط تاني او صنط تاني كده الفوق بالرولة او بالسكينة او بالكلام ده كله. عشان نعمل عملية ايه? عملية تداخل بين القديم وبين الجديد. معدل الاستهلاف زي ما قلنا من نص نص كيلو الى اتنين ونص كيلو لكل متر. تبقى اللي حجم الحبيبات المطلوبة او حجم المادة او البروز اللي مطلوب. طيب. باستخدام سكنة المعجون الطريقة التانية او المسترين يتم فرد المادة بواسطة البروة بتخانة مناسبة. تخانة نص ملي اتنين ملي تلاتة ملي اربعة ملي حسب التخانة اللي انا عايزة. يشكل بياض بواسطة السكنة المعجون او المسترين وذلك قبل الجفاف وهذه الطريقة تعطي امكانيات كبيرة واشكال متعددة بشكل مرواحي. يعني ايه? انا فردت الجنب بتاعي محارة مثلا المادة فردته بالمحارة او بالبروة او بالمسترين. تمام? وابدأ اشكل. عايز اعمل شكل مروحة. عايز اعمل شكل سنون. عايز اعمل شكل قلوب. ارسمه زي ما انا ايه? زي ما انا عايز. او او اقسمه طولي وايه? وعرضي. او بقى طريقة حسب ما وعايد. معدل الاسلاك من واحد ونص. دي الطريقة التانية دي خدوا بالك. واحد ونص لاتنين ونص. ليه? لان دي تخانتها بتبقى كبيرة. لكل متر مربع. وحسب التخانة المطلوبة. الطريقة التالتة باستخدام البروة المشرشرة. البروة المشرشرة دي عبارة عن بروة عادية جدا. على شكل متوازن مستطيلات. لكن ليها وش من الوشوش في اسنان كده مشرشرة. زي اسنان المشت. بعمل ايه? بافرد بالعدلة. وبعد كده بجيب الجزء المشرشر بتاعي وافضل امشيه على الايه? امشيه على الطبق اللي انا عملتها. يعني بامسك البروة بتاعتي. البروة بتاعتي ليها وشين. وش داخلي وش خارجي. في اتجاه الطول. واحنا طبعا نعارفين البروة او التخشينة عبارة عن قطعة من الصق على شكل متوازن مستطيلات. ليها يد? بامسك اليد وباخد المونة عليها بافرد. بالعدلة بقى. من ناحية العدلة اللي هيها سليمة اللي ما فيها شرشرة. بافرد على الحيطة. بافرد. فردت الحيطة كلها اقوم قلب التخشينة بتاعتي او البروة بتاعتي. اخلي جهة الحيطة الطرف اللي فيه مشرشرة اللي هو في اسنان المشت دوت. وابدأ امشي. عايز امشي شكل مروحة امشي كده. عايز ابدأ طولي كده. عايز ابدأ عرضي كده. عايز ابدأ طولي وعرضي حسب التأسيمات اللي انا ايه? اللي انا عايز. تمام يا رجالة? طيب. معدل الاستلاك من واحد واثنين وعشرة لاثنين واثنين وعشرة حسب التخانة برضو. باستخدام زجاجات واقواب دي احنا طبعا قلناها يتم الفرد بواسطة البروة وبعد كده ابدأ اشتغل زي ما انا ايه? عايز. النوع الرابع اسمه بياض الفراتزو او الفراتزو. بياض الفراتزو دوت تتكون البياض الفراتزو من الانتجات اكلينيكية برضو. مادة لينة. واكريليكية يعني تدي ملمس ناعم. ومواد مائلة وحبيب مالئة. عنا اسف. مواد مالئة يعني عشان تملال السطح. عشان تعمل لي تخانة او سماكة. وحبيبات وحصوة من الكوارتز الاطاري بحجام متعددة. عالية من النقاء بالاضافة الى مجموعة من المواد الكيموية لتجنب حدوث تنميل وتشقيقات بعد الجفاف. يبقى ازا هنا المادة المادة الكيميائية كانت في الاول في الجرفيادو دوت كان عشان ايه? سبات اللون في اشاعة الشمس. هنا بقى عشان ما يحصلش ايه? ما يحصلش عملية تشريخ او عملية تنميل للمادة لان بتبقى تبقتها عالية جدا لان فيها حبيبات عالية. بعد الجفاف. طيب. المادة داخل عبوات. حتى المادة جوه عبوة حتى تتمكن من تخزينها لفترة طويلة قد تصل الى خمس سنوات. وايضا تؤدي الى تجانس الحبيبات في الخلب. لما زي انا كااني بعمل ايه? بقولك انا بخمر المادة. بخمر المادة يعني بحطها على بعضها واسبها. عشان يحصل عملية تخمر او عملية تداخل او عملية مزك. طيب. لوح يصول على الملمس المطلوب للشكل النهائي للبيض. بالاضافة الى مجموعة من الالوان. يعني اللون برضو زي ما قلت لك زي ما قلت لك يا ابني اني انا بيجيلي الحاجة بيضة. يعني انا مثلا انا معايا ورقة هي. الورقة دي لونها ايه? الورقة دي لونها ابيض. مش انا ممكن اخلي الورقة دي اصفر? مش انا ممكن اخلي الورقة دي اخدر? مش انا ممكن اخلي الورقة دي برطاني? مش انا ممكن اخلي الورقة دي رماضي? اعمل ايه? الونها. اضف لها لون او اجيب الم في لومستر لونه ازرق وافضل ايه? اه ادهن هنا بلونه اسود. ازرق سماوي اخدر ازرق الكلام ده كله. يبقى ازا الالوان بتاعتي المادة بتاعتي المادة الخام بتاعتي بتجيلي اي نوع من انواع الطبقات البيضة الحديث دي بتجيلي مادة خام بيضة. وبعدين بعد كده بلونها حسب ما انا ايه عايز او حسب اللون اللي انا عايزه. طيب بعد كده يا شباب طريقة الاستخدام بتاعت المادة دي ايه? يتم تقليب المادة جيدة. بصوا اخد قبالكم معايا قوي اهم حاجة عند التقليب اللي هو المزج. ما تنساش ان هي محطوطة جوه عبوات والعبوات دي كانت محطوطة جوه كياس والاكياس دي محطوطة جوه ايه? براميل للايه? للتخزين. وقلتلك انها بنتحط جوه عبوات كمان عشان يحصل عملية المزجي لايه? اثناء فترة وجودها. انا ما اعتمدش على كده. انا باخد المادة اشغالها بقى انا عندي اخدها او منقلها اخد الحجم اللي انا عايزه والكمية اللي انا عايزها وافضل اقلب فيها. يا اما تقليب يدوي يا اما تقليب ايه? تقليب اه بجهاز بتاعه او بالشنور القلب بتاعه او بالخلاط بتاعه. يتم تقليب المادة جيدة داخل وعاء متسع من البلسيك مع اضافة قليل من الماء. يبقى ازا المادة دي القاعدة بتاعتها مائية. القاعدة بتاعتها ايه? مائية. تتفك او تتخف بالمية. لكن بعد تشغيلها المية بتاعتي ما تأثرش عليها. زي مادة البلاستيك مسلا. على سولة التشغيل. يتم فرد المادة فوق الاسطح المرات بياضوها. بص ده بقى نوع بياض. بقى خد بص خد بالك بقى ياه. يبقى المادة دي بياض. ها? بالرلة بالفرشة باي حاجة. بواسطة البروة وذلك بطريقة المحارة العادية مع ملاحظة عدم تجاوز تخانة المادة على السطحة عن حجم الحصوة الموجودة. في حصوة هي اللي موقفاني. هي اللي هتقول لي انت عايزة في خينة عايزة في اعلى. انا ما اقولش كده. انا بقول انا اخترت المادة دي الحصوة بتاعتها ملها. نعمة. الخشوة بتاعتها ووسط. الحصوة بتاعتها خجنة. التخانة بتاعت الباط بقى طبقة الباط دي هتتوقف على ايه? هتتوقف على تخانة الحصوة. لو الحصوة ارفيعة مهما دست عليها مش هتزيد عندها خير. خانة الحصوة بتاعتها. لو الحصوة مليانة شوية السمكة هيزيد. لو الحصوة اكبر هيزيد السمكة بتاحها. معنى ان السمك زاد? معنى ان معدل الاستهلاك مالو. حصل في ايه? قل. كلما زادت الحصوة او تخانة الحصوة او سمك الحصوة المستخدمة في النوع? كلما اقل معدل الاستهلاك. معنى معدل الاستهلاك? معدل الفرد. على الحيطة. لو الحيطة تلاتة متر? لو الكيلو بيعمل لي متر? يبدأ هيعمل لي مسلا المتر اللي ربعة نص متر حسب برضو حسب الايه الخفية بتاعت اللي انا بضيفها عليها. طيب. بعد كده يا رجال انا بص يتم فرد المادة تمام? داخل ويتراوح مباينة. بص بقى التخنة بتاعت الحصوة بتاعتي. ما سبهاش كده وبس ما نجيبش حجر كده وقول لك انا حط لها انا عايز لها ما ينفعش. من نص سنتي لسنتي ونص. حصوة من نص سنتي خمسة من عشرة ميلي كمان. يعني قد السمسم وممكن تبقى قد حبيت الفول او تبقى قد حبيت حمص الايه? الشام. طيب وبعدين. يتم التمشيد بواسطة البروة البلاستيك وذلك بالطريقة الرأسية او الدائرية بعد التشكيل الزغرفي المطلوب. يعني انا ممكن اعمل شغل الزغرفي بيها باستخدام البروة البلاستيكية المشرشرة او العادية. او بالمشت. او بالمشت. عند انقطاع العمل برضو يجب وضع ايه? شريط لاصق. وضع شريط ايه? طب ليه بنحط الشريط اللاصق? يقول لك علل. علل. يوضع يوضع شريط لاصق على نهاية العمل بمادة الجريفيات وبمادة كذا بمادة كذا. ليه? عشان ايه? اضمن لكي يكون السطح او المسافة المطلوبة ما لها? لينة. سهلة الاستخدام عليها حتى لا يحدث بينا وبالتاني ايه? فاصل بين الايه? بين البيض. طيب. بعد كده يا رجالة عندي اخر بياض عندي بياض الاستيراتزو. بياض الاستيراتزو ده تتكون ماده من حبيبات الكوارتزو النقي. الناعم مع الانتيجات صناعية. بس رجالة انا عايز اقول لكم على حاجة. انا عندي بياض الكوارتزو وطريقة الاستخدام بتاعته والكلام ده كله. وبعد كده اخر النوع عندي اللي هو ايه? بياض الكيمستون. انا عايزكم تعملوا ايه? عايزكم تعرفوا ان كل جميع المواد بتاعت الستة اللي احنا قلناهم اللي انا عايزكم تعرفهم فيهم. المكون بتاعها ايه? وتشتغل على انه سطح. وبعدين ايه? معدل الاستهلاك. وطريقة الاستعمال. ازا كالب تستخدم بالرولة بالبروة بالتخشينة بالكلام ده كله باي حاجة. لما اجه اذكر المادة دي يا شباب بالزاد في البياض الحديث والبياض اللي جاي انواع البياض اللي جاي ان شاء الله. انا نفسي كده تعمل لنفس الجدول. نوع البياض. نوع البياض. معدل الاستهلاك. بتاخد كده نوع البياض. معدل الاستهلاك. طريقة الاستخدام. الاسطح التي يجب ايه? التي يمكن الاستعمال عليها. لو انا عملت النفسي جدول مكون من ستة اجزاء كده والله 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 ما هتنسى المادة دي خالص. او ما هتنسى السؤال ده. لو السؤال ده جالك باي طريقة? هتجيب في الفول مارك. مادة التكنولوجيا? مادة مهمة. بالنسبة لطلبة الديبلوب واحنا طلبة الديبلوب بنقول لكم. اقتني اي درجة. اقتني اي درجة عندك. تقتني هزا? تقتنيها بالايه? بالمذاكرة. ابناء الطلبة. اه يا رب ما كنش اسقلت عليكم. واتمنى التواصل. واتمنى العمل في جد واكتهاد. ومن جد وجد ومن زرع حسد. والى لقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة